السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الفلسفة مرحبا بكم في ملي بفيديو اخر في هذه الفيديو سنراكم عوالي الامتيحة الوطني لهذه السنة الخاص بمدد 이쪽 فلسفة بخصوص الناس لديهم مسلك العلوم الإنسانية . وكذلك التقنية والأصيلة وكذلك الصحيحين المتيحة الخاص بالناس bead as إلغ الناس الذين Roadive شعب العلمي وتقنية واد goldenこと haciendoå customer عليه وفي السفر لَغ lies كي يخضر هذا الفيديو لهته إلىör النس fio ترجمة نانسي قنقر لا تنزوا دعمنا بلايك تعليق واشتراك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لكم الموضوع ألوغ بنسبة الناس اللي غلطوا استعملوا المحوال الأول كيف ما كان قول لكم دائما ممكن لأن المحاور كيكونوا مرتبطين بياتهم لكن خستك تجاوب عليهم السؤال اللي كي يهمهم ما اللي هو الطروة المادية يعني خستك تدخل الطروة المادية فالأدرة ديالك اللي كتدخل يعني البحث عن الساعدة والطريق الى الساعدة ألوغ مشو داب نشوفوا الموضوع الثاني ديالنا اللي كان على شكل قولة ألوغ القولة كانت على ديالشكل هذا هناك تطابق بين الشخص والكائل مفكر ألوغ هنا نشوفوا تواجهة ديال المفهوم ديال الشخص وكذلك مصطلح آخر ليهو الكائل مفكر بمعنى أن هذا الكائن هذا كيستعمل فكر تاعه أو كيستعمل العقل دياله ألوغ لاجينا نحاولو نقرأه ما زال يعني المطلب اللي تلبوا لنا آآ بيين انطلاقا من اشتغالك على القولة ما إذا كان التفكير أساس هوية الشخص ألوغ هناك يوضحو لنا أن هذا الموضوع دا كيندرج ديمنى هوية الشخص بمعنى كنتسع له عن أساس هوية الشخص ألوغ للموضوع الثاني كيندرج ديمنى مزوئة للرواد إل باشري ودمنا المفهم ديال الشخص لربية شخصية ألوغ نسيت الموضوع الاول ما أقplin أيضا المزوئة القولة قلت لكم المزوعة هي مزوعة لغاية البشاري بالنسبة المفهم هو مفهم الشخص وبنسبة المحور اللي هو المحور الشخص والهوية باش نتأكدون عرفوا يعني شنو للموقف المؤيدة والمعارضة غادي نحاولوا نقرأ بتماعون يعني وبتأمل للموضوع دياني اللي كان على شكل قولة اللي هو كيقولنا بان التطابق بين الشخص والكائل المفكر شكو اللي كيقول لنا ان الشخص كي استعمل العقل او الفكر دياله ديكارت هلوغ المؤيد ذينا هو ديكارت وكذلك ممكن استعمله جولوك اللي كيقول لنا الشعور الذاكرة لانه كذلك يستعمل العقل هلوغ ديكارت هو المؤيد تعنا وكذلك يمكن استعمله جولوك وبنسبة المعارض هو artbits шopenhauer هلوغ حاولوا تركزوا معاي هذا على الادشير اللي اردان لكم هلوغ بنسبة الموضوع الثاني يكون على شكل النص وبنسبة الموضوع الثاني غادي نقرأوا مزيان غادي نلقاو ان المصطلح دي العلوم الإنسانية كيتكرر أكثر من المرة. كذلك الموضوعية والدات والموضوع على هذا الشيء كيف يخلينا بأننا نعرف هذا الموضوع دا دي درجة دي منه مزوعة المعرفة بالضبط المفهوم العلمية في العلوم الإنسانية وبالضبط المحوان الأول اللي هو الموضوعية في العلوم الإنسانية. بيتوفق لكم إن شاء الله وكيف ما شأيتوا يعني هذه العلوم كان سهل يعني أقصى درجة وكذلك مسلك الأدب بالنسبة مسلاك العلوم الانسانية اه نوعا ما يعني كان شوية كالفرق بين العلوم وكذلك الاداب. بالنسبة للموضوع الثاني را كان في المتناول اللي واعتها لكم في مصورة البشاري الشخص والهوية. اه حاولوا تجنال لايك لهذا الفيديو هذا وحاولوا تبارتاجيوه والله يوفقكم ان شاء الله نتمنى لكم يعني النجاح والتفوق يعني بواحد نقطة اللي بغيتوا انتما. اهلو بالتوفيق. اشتركوا في القناة